بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتميزه تاريخ الجزائر اللغوي ولاسيما العامية بالكم الهائل من الكلمات المقترضة التي ساهمت في وجود نسج لغوي لا تخل منه الكلمات الدخيلة ما رأيكم لو نتعرف على باقة من الألفاظ التركية الباقية في عامية الجزائر كلمات تنتمي إلى ميادين مختلفة كميدان الملابس، المواد الغذائية، ميدان الحرف، ميدان العسكري وغير ذلك قبل ذلك أحيلكم على مصدري في تجميع هذه الألفاظ لقد اعتمدت على كتاب الألفاظ التركية والفارسية الباقية في عامية الجزائر الذي ألفه العلامة الجزائرية الدكتور محمد بن أبي شنب ألفه بلغة الفرنسية وقد صدرت النسخة الأولى سنة 1922 وأعيدكم بفيديو خاص بابن المدية العلامة محمد بن شنب أول كلمة هي البابونج، إذن هي من أصل تركي نأتي الآن يا الباقلاوة، إسماً ووصفاً أيضاً برانية التي أساسها الباذينجان، معروفة في الوسط الجزائري وفي الغرب الجزائري أيضاً ثم البوراك، إسفاس دو بتي باتي في دو فيون داشيك، ستغاً ثم التحلية التي تسمى بالوزة، وأعتقد أنها معروفة في الوسط الجزائري، في أوسط العاصميين ثم الصامسة، وما أدراك ما الصامسة هي من أصل تركي ونأتي إلى الرشتة، وما ألذها بصصة البيضاء أيضاً الشربة، سوب، بوتاج، وهي معروفة عند كل جزائريين بكل أنواعها الشربات، أو سكر، سيدخونات دائماً مع المأكلات والمشروبات مع الفارق بين مختلف مناطق الجزائر، فمثلاً في الغرب الجزائري، دولما تعني السمك المهروس مضاف إليه الأرز الرب، ما أعرف أنه يصنع من التمر، وشع استعماله، استخدامه، أو صناعته في الجنوب الجزائري، مثل بسكرة، وغيرها وهو نفس المعنى المتداول هنا على البازار، ذلك المحل الكبير الذي نجد فيه مختلف المقتنيات هذا التركيب يتكرر، تتغير فقط لمهنة، وتبقى كلمة باش وعلى شكلة باش جراح أيضاً شيريورجيان انشاف بلك، بيتتغ، هي أيضاً مقترضة من اللغة التركية البايلك، جوفانومون جيباي، عدميستغرسيون، البايلك، معروف يعني ثم بشكير، في الغرب الجزائري يقالوا فشكير، يعني تقارب بشماق، مع اختلاف نواية الحذاء في مختلف أنحاء الوطن تزدام، بوغتفي، أعتقد أنه معروف في كل القطر الجزائري بهذه التسمية دوزان، والكلمة الشهيرة في العاصمة تحديداً خيشة، مثل الكيس الذي تشاهدونه زرب بالزربة، رابدماً، كل شيء سريع ثم زلابية، لا هي زلا ولا بيه، وإنما هي كلمة تركية نعم، وهي المعروف عند كل جزائري، سوخ، دو بنيا، فرم دو تيب منس، تخمبي برو لندن دو ميال ولا تخلو منها ما إدا في شهر رمضان ثم زوالي، بمختلف معانيا، بوفر، مالورو، ميزيرابل ثم شوشة، واضح، شفاء تنبون، سورة ساري سور، إصدار أصوات مع البوكاء تابونة، هو الموضحة في السورة ثم طاوة، وإن كان معناها ليس هو بولافخيغ في الغرب الجزائرية، وإنما في الوصف الجزائر أعتقد أنه يقال طاوة للشكل أو للسورة الموضحة ثم طابنجة، أعتقد أنها لم تعد مستعملة الآن ثم طربوش، التقليدي من طاوة إلى طنجرة، مغمي تونك ويفغة إلى مجال الخياطة، قسطبينا، أعتقد هكذا تنطق، قسطبينا تسمية قفطان ثم كاسا، لم أتوقع أن يكون أصلها تركي، كاسا ثم منانا، مغمي تونك يبنى، تحفظ الله أمهاتنا جدتنا ثم مناني، في الصغرات، تونك يبنى، أتوقع أن يبنى، تونك، في الصغرات، يبنى، 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 كذا، يبنى، تونك، تونك، أتوقع،؟ سابون جي يعني الذي يصنع الصابون مكونة من سابون زائد جي والذي يصنع القهوة قهوة زائد جي يعني قهوة جي نأتي إلى هذه الكلمة المعبرة قودة يعني كبيرة جدا جدا نأتي إلى قوطي نعم يا سادة قوطي كلمة تركية أنهينا ادعمونا بالاشتراك لو تفضلتم كانت معكم أم محمد في أمان الله